بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد عليه أتم الصلاة والتسليم مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين قسم العلوم العامة يرحب طلاب الصف السادس الأزاء سوف نقدم لكم أحبائي ملخص دروس الأسبوع للدرسي الرابع والخامس من الوحدة الخامس نبدأ أحبتي بالدرس الرابع الذي عنوانه ما المدى الذي تصل إليه البذور بواسطة طرق الانتشار المختلفة ماذا تعلمنا من هذا الدرس توجد طرق متنوعة لانتشار البذور حيث يعتمد كل نوع من أنواع النباتات طريقة واحدة لانتشار البذور دعونا نتعرف على هذه الطرق كل طريقة من طرق الانتشار تنقل البذور بعيدا عن النبات الأم وهذا هو مفهوم انتشار البذور أي أن البذور تنتقل بعيدا عن النبات الأم ولكن لمسافات مختلفة تنتج البذور بواسط الحيوانات إذن أول طريقة لانتشار البذور هي الحيوانات عندما تحمل حيوانات البذور وتسقطها أو تخرجها من الفضلات إذن قد تحمل هذه البذور على أجسام الحيوانات إذا كانت شوكية أو قد تأكلها وتسقطها مع فضلاتها هذا يمكن أن ينقل البذور إلى وصفات قصيرة أو طويلة بحسب نوع الحيوان تنتشر البذور بعيدا عن النبات الأم باعتماد طريقة انتشار البذور بواسطة الرياح وكذلك إذن الطريقة الأخرى بانتشار البذور هي الرياح تنتشر البذور بواسطة المياه إذن هناك طريقة ثالثة هي المياه تنتقل المياه بذور أو تنقل المياه بذور النباتات التي تموا فيها أو بالقرب منها يمكن أن تنقل البذور أو تنقل البذور أو تنتقل البذور لمسافات بعيدة جدا عن النبات إذن أبعد مسافة أو أبعد مدى يمكن انتقال البذور بالسبب هي انتقال البذور بواسطة المياه يحدث انتشار البذور بطرق ميكانيكية عندما تخرج البذور من القرن وبهذه الطريقة لا تنتقل البذور بعيدا جدا عن النبات الأم هذا ملخص ما تعلمناه من هذا الدرس دعونا ننتقل إلى أسئلة الدرس افتحوا كتابكم صفحة 145 السؤال الأول ما المقصود بانتشار البذور ما رأيكم هل هو انتقال البذور بعيدا عن النبات الأم أو نمو البذور أو كيفية انتاج البذور أو التعلم عن البذور الإجارة الصحية أحبتي المقصود بانتشار البذور هو انتقال البذور بعيدا عن النبات الأم ننتقل إلى السؤال الثاني أي من هذه الطرق ليست طريقة انتشار البذور بواسطة الحيوانات أولا حمل البذور على الفراء با قطف الثمار من الأشجار لأكلها وإسقاطها على الأرض إخراج البذور في الفضلات طفو البذور على سطح المية الطريقة هي دال هي ليست من انتشار البذور بواسطة الحيوانات وإنما عن طريق المية طفو البذور على سطح المية ننتقل أحبتي إلى السؤال الثالث صفحة 146 أي من هذه الصور تظهر انتشار البذور بواسطة الرياح دعونا نلاحظه ونشاهد الصور لاحظوا هذه الصورة لا يبدو عليها أن هذه البذور وزنها خفيف إذن حتى تنتقل بواسطة الرياح يجب أن تكون عليها ريش أو مسطحة وواسعة هذه ليست مسطحة وواسعة وليس عليها ريش وهذه كذلك هذه عليها أشوات لا تنتقل عن طريق الهواء نلاحظ أن الإجابة هي الجين لماذا؟ لأنها تحتوي على ريش أي أن بذورها ريشية تحتوي على تراكيد ريشية السؤال الرابع أي مما يأتي يصف النباتات التي تنتشر بذورها بالطرق الميكانيكية؟ هل النباتات التي تنمو في المياه؟ أم النباتات التي تنتج الثمار؟ أم النباتات التي تنمو في الغابات الاستوائية؟ أم النباتات التي تنتج قرونا لاعظ قرونا تحتوي على البذور إذا الإجابة هي أحبتي دال النباتات التي تنتج قرونا تحتوي على البذور نتقل إلى السؤال الخامس كيف يمكن للإنسان القيام بعملية انتشار البذور أعطي طريقتين يمكن الإجابة إما بإلقاء البذور أو حمل البذور على الملابس أو زل البذور في الحدائق في المزارع أكتب جملة أصف أو جملة أصف بها كيفية انتشار البذور بواسطة المياه يمكن كتابة الجملة التالية أن البذور تسقط في المياه مثل الأنهار أو البحار وتطفو بعيدا عن النبات الأم السؤال السابع لماذا تنتشر البذور النباتات بطرق مختلفة أفك في موطن النباتات يجب على الطالب أن يوضح أن النباتات تنمو في مواطن مختلفة ذات خصائص مختلفة بما في ذلك الكائنات الحية الموجودة فيها تنتشر البذور بطرق مختلفة تتلائم مكان نموه نتقل أحبة إلى الدرس الخامس وهو كيف يساعد تركيب بذور على انتشارها ماذا تعلمنا؟ تعلمنا من هذا الدرس أن البذور تنتشر بطرق مختلفة إما بواسطة المياه والرياح وبواسطة الحيوانات وبالطرق الميكانيكية يمكن توقع كيفية انتشار البذور من خلال ملاحظة تراكبها وخصائصها نتقل إلى أسلة الدرس اختر الإجابة الصحيحة عن الأسئلة من 1 إلى 4 أي من العبارات الآتية تصف طريقة انتشار البذور بواسطة الحيوانات هل هي يمكن أن تسقط البذور في البحر وتطفوه؟ ليس لها علاقة الحيوانات يمكن إخراج البذور في الفضلات أو حملها بواسطة الريش أو الفراء؟ نعم هذه هي الإجابة إذن يمكن إخراج البذور في الفضلات أو حملها بواسطة الريش أو الفراء ننتقل أحبائي إلى السؤال الثاني ما تركيب العديد من البذور التي تنتشر بواسطة المياه؟ أحبائي البذور التي تنتشر بواسطة المياه هي بذور كبيرة وجوفاء حتى تتمكن من طفوه على سطح المياه ننتقل إلى السؤال الثالث أي من البذور الآتية لا تنتشر بواسطة الحيوانات؟ لاحظوا أحبتي هذه قد تأكل وتنتشر بواسطة الحيوانات وهذه كذلك تأكل وتنتشر بواسطة الحيوانات وهذه تأكل لكن هذه قطنية إذن لا تنتشر بواسطة الحيوانات قد تنتشر بواسطة الرياح إذن هذه الإجابة ب السؤال الرابع أي الخصائص الآتية هي خصائص البذور المنتشرة بالطرق الميكانيكية هل البذور التي تم في القرون أم البذور التي تم على الأشجار أم البذور التي تم بالقرن من المياه أم البذور الموجودة داخل الثمار أحبائي هي البذور التي تم في القرون السؤال الخامس اكتب خاصيتين من خصائص البذور التي تنتشر بواسطة الرياح الخاصيتين خفيف، ريشي، عريض أو مسطح انظر إلى الصورة السؤال السادس طبعا انظر إلى الصورة اتوقع طريقة انتشار البذور بواسط الرياح ام بواسط المياه ام بواسط الحيوانات او بالطرق الميكانيكية وفسر اجابتي تنتشر بواسط الحيوانات لماذا؟ لان لديها اشواك الهنا نأتي إلى نهايات ملخص الدرسين لهذا اليوم شكرا لكم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته